هذه الجمعة أيضا ستسمعون مساجد التليفون وخطب التليفون وكم يؤلمني شخصيا أن الذين يقرؤون كلام كلام الله عز وجل يحرفونه يبدلونه من مواضعه يغيرونه من أجل الخبزة من أجل السي سي بي ليس كل هناك أئمة كثير أحرار لكن بعض الأئمة صراحة لا يجب أن يكونوا في المنابر إطلاقا وفي حالات كثيرة خرج المصلين لما يبدأ الإمام في تسكية حكام الفساد والقتل الخوانة اللي نقولوها مهيش مبالغة إنما بالأدلة فتحوا الأجواء للطائرات الفرنسية والأمريكية هؤلاء سيحدثوننا هذه الجمعة عن تعاون والتآخي هذا شيء جميل وإذا كان حديث هذا عن تعاون والتآخي في هذا الإطار فالحمد لله هذا هو دور المسجد هي وحدة بين المسلمين الوحدة بين السكان الوحدة بين الناس هو نشر الخير هو الأمر المعروف النهي على المنكر هذا كله جميل لكن احذروا من أولئك الذين يقصدون بها تقديس الحاكم تقديس الحاكم ماهش ما لا علاقة له بالإسلام واللي يحب يعرف يرجع إلى لسير الخلفاء الراشدين يخرج راجل يقول له من أين لك هذا اللباس يا عمر انت را كما احنا كما انت كيفاش انت عندك انت أطول منا وأعرض منا وديت المفروض كما احنا نفس القطعة لتصنع بها القميص لا سما ولا طا حتى تقولنا منين ديت هذه القطعة انت را معنا ديت زر قطعة هذا صحابي في المسجد لمن مش لإمام عادي للإمام الحاكم لرئيس الدولة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له قل لهم يا عبدالله من أين جاءني الجزء الآخر من القميص يقول انظورا يعني سيدنا عمر كان إنسان ما شاء الله طويل وعريض ذو بنية جسدية قوية ويقول عبدالله بن عمر لقد أعطيته حقي اللي باش ندير به هنا قميص أعطيته له باش يكفيه يقول له الرجل صحابي يومها الآن نسمع ونطيع المحاسبة محاسبة رئيس الدولة وهو يخطب على المنبر ومكاش واحد نظر الصحابي قاله شك تقول لي عمر كلهم مواثقينه يجب أن يعرفوا من أين جاءوا جاءتوا القميص وطبعا تستطيع الناس أن تروي آلاف الروايات والقصص والأشياء الثابتة في هذا المجال إذن إخواني ذكروا الآئمة بكل هدوء وبكل أخوة أن دورهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر الخير وليس تقديس الحاكم تقديس الحاكم عندما يكون الحاكم عادل لا يقدس فما بالك أن يكون الحاكم ظالم